بساعة الخير ويا رب تكونوا بألف خير واهلا بيكونوا في بيليتنا جميلة او الشيك دي بازن الله تعجبكم حطونا لايك للفيديو الحلو قوي ده واللي اول مرة يشوفنا بالقناة يستفيد مننا بنعرض شؤة او تجهيزات رايس او اي ست بيت بقى بتحب بتجدد بيتها كده هتستفيد من فيديوهاتنا نبدأ الفيديو نقول باسم الله الفيديو زمان شايفين كده في امريكا دوبليكس بصو كده بصميم الدكور برضو اللي عاملها اللون الدهانات دي ده دلوقتي اكتر لون موجود هو واللون الجري بيسموه فانيليا لاتيه حاجة كده نفس الاسم ده هنا تحت كده باللون جدا وعمل مكتبة جنب الدفاية كده بالخشب الابيض وانا دايما يا بنات بقول لكم ان اللون الابيض من الوان الحلوة جدا بتفتح وبتبسع المكان وبلاقي عليها اي دكور ناخد جولة سريعة وبعدين نبدأ ندخل في كل تفاصيل البيت شوف كده الانتريه وهنا بقى فوق الدور التاني اللي فيه قوض النوم بصو كده ده المنظر من فوق اهو كده الريسيبشن تحتي اهو جزء زي المكتبة كده وانتريه مودر دخل بقى على قوضة النوم المصدر حلوة قوي بصوكوا طبعا القوضة كبيرة برضو السرير بتنجد كابو تينيه ركزوا بقى في تفاصيل لاني عندها اكتر من قوضة آآ قوضة نوم اكتر من قوضة نوم كبيرة كل قوضة اللي عندها آآ مصدر لكن بقى ترتيب السرير انا هسيبكو كمان في الاخر مع مصملة الدكور دي وهي بترتب السرير في حاجات كترة جدا متعملها بس انا حاولت اقل لكم الفيديو عشان ما اتملوش من ده بصوا ده شكل تاني ده سرير تاني اللي خدت بالكو شكل تاني لترتيب السرير الكوشن هي بتلعب في الكوشن بتغيره في المفرش الفارو في وردة في فازة يعني احنا يا بنات ممكن نغير في القوضة بتاعتنا بتفاصيل سوارة من نصرف كتير او نكلف كتير الكوشن من الحاجات اللي بتغير جدا في شكل السرير آآ ألوانها بقى غير في ألوانها فارش السرير هنا طبعا القوضة دي فيها حمام بصوا في حمام تاني آآ طبعا ده حمام كبير بنيو في حمام تاني يوروكو حلو قوي كمان الحود بتاعه بصوا بقى فكرة الحود مع التربيزة مع الادراج آآ وكأنها فكرة مكتب طبعا يعاملت تسريحة كلها هنا وده البنيو بصوا المراء اللي فوق حلو قوي دول قوضة النوم الآآ التانية بصوا كده وراء الحائط اللي لو انت بتعمل الحائطة كلها سادة وبتغيري بس في وراء حائط وراء او في رسمة بسيطة سيمبل كده آآ كده وراء السرير بتتلي شكل مختلف الحاجات دايما اللي بتاعي حقاول السرير بتاعي يكون بترتب ويكون منظم بالشكل ده بصوا دي فكرة تانية الترتيب السرير بصوا طبعا ده السرير مختلف تمام بصوا دهر السرير والدهان الوراء آآ الكوشن كمان الوانه على اللون الضهبي اكتر فكرة المراية اللي داخل فيها المعدن او الاستلس حلوة جدا فيه ناس كتير دلوقتي يا بنات داري جدا انا مش لازم اجيب طابلو بعمل مراية بشكل حلو قوي بتغني عن الطابلو وتدي كمان آآ بتستخدميها كمراية وبتدي عمق او وسع للمكان اللي انت فيه بصوا هنا بقى الدخل اللي هنا بصوا كده الارفوف دي والانتيك اللي محطوط عليها هنا بقى الحمام اهو بصوا ده حمام ثاني هنا الحوض بتقفيلها تحت بصوا بقى ترتبها للحوض والدكور اللي بتحط جنبه شايفين بقى الجمال وكمان في نفس الوقت بسيطة يعني تحسي ان الحوض بقى قطعة فنية المراية اللي عليه سيمبل جدا شايفين عاملة ازاي هنا كمان بترتب التربيزة بتاع الانتريه آآ دايما الصواني اللي هي المراية دي حلوة جدا يا بنات سهل تنفيذها نفتعملها في البيت من ازازة بس والحلقات دي بتبقى بتاعة ستار بترك جنب بعضها او بتشتريها جهزة بس هي حلوة جدا تحط على عب برفان شمعدان شكلها حلوة قوي وده شكل الانتريه كده من قربها بالسجادة بتاعته بالتربيزة بتاعة الانتريه حلوة قوي قوي سيمبل وفي نفس الوقت تحسيه كلاسيكي اكتر هنا بقى الصفرة مع المطبخ ايه مش صفرة تربيزة المطبخ بس هما بيعتمدوا عليها كل في الاكل في اكتر حاجات غير التربيزة الاستيقية بصوا كده تنسئها ليها اهو ده المطبخ ايه التربيزة الكبيرة دي برخامة كبيرة برضو بتجهز عليها الاكل وممكن تعتبر تربيزة صفرة على المكويف والفورن فوق بعد كرافة التأفيدة المطبخ كله بليون الاسود. مع ده بس الاجهزة بالسلبر. رانسيق المطبخ كمان حلو قوي. مطبخ طبعا مفتوح. لو انت بتتفرجع الفيديو ومستمتع معنا بالفيديو حطونا لايك للفيديو. واشوف رأيكو في الكومنتات والناس المخترمة اللي تعليقها راقي جدا شكرا جدا من قلب ليهم. في ناس طبعا متعلقة تعلقات غريبة مش عارفة ليه. هنا بص اهو. المطبخ هنا كمان. اه في فتحة منه. طبعا فينا ركن للقهوة والمشروبات طبعا هم عندهم مشروبات غير اللي عندنا خالص ما نلاش دعوة بيها. بالكسات دي كده بيطل على الجزء بتاع الصفرة. اهو دي الصفرة الاساسية. التانية الصفرة هم كعيلة بتغدوا عليك. نبص بقى ترتيب الصفرة. الكراسة بتاعتها حلوة قوي. الصفرة زياز ومن تحت الخشب ده اللي فيه ده الركن بتاع المشروبات اهو البرده. وكده المطبخ مطبخ طحفة. حلوة قوي قوي المطبخ صراحة. تقسيمته ونظامه وكل تفاصيله. فكرة انها بقى عندي مكان ان المطبخ تقول له على جنينا ده فكرة حلوة قوي. هنا بترتب الصفرة الصغنانة بتاعتهم بصوا. اهو. شوف الاطباق والحاجة سيمبل جدا بس شيك قوي. هنرجع تعاني هنا لللييفنج. هفيني الطابلو ده. ده الجزء اللي تحت. بصوا بقى هنا. ده الحمام نشوناه من شوية بس بشكل بقى تفصيلي شوية. انا عبرتلك اقول لكم ان المراهة بتاعته شوية فيه المراهة سيمبل جدا جدا جدا. بس حلوة قوي. الحوض برضو فجرته الفواط الصغنانة التقفيدة لتحت الحوض. شج جدا. فجرة ان الكوشن ما يبقاش مليان فايبر اوقات نشوف ميبانات بتبقى حلوة جدا نتعملها من نص كده بالشكل ده. بحسي ان هي مريحة مش نشفى قوي. الصفرها تانية رتبتها بشكل مختلف تماما. الترتيبة بقى والمناديل والطباق والشم عيدان ده آآ شكل مختلف. النجا بتاعته طبعا حلوة قوي. هنا هسيبكو بقى وهي بترتب. انا من الناس اللي بحب بقى ان السرير يكون مرتب جدا. والحمام يكون نظيف جدا. من السرير اللي ما يكون مترتب بالشكل ده اعتقد ان شكله مريح للعين. والقولة تحسن هي مرتبة قوي. هسيبكو مع ترتيبها وافكارها في ترتيب وضع نوم وترتيب السرير بشكل فندقي. في بنات كتير بعوزين افكار لترتيب السرير. اهو بالشكل ده. تفرجوا واستمتعوا واشوفكم شو الله في فيديو جديد وشقة عروسة جديدة او شقة جديدة ناخد منها افكار. اتمنى نكون الفيديو استفدتم منه ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة